فيما يخص المقدمة الصغيرة بتاعتنا يعني خليني كده أبدي تفاؤلي باللي تم النهاردة بخصوص موضوع الغرف اللي كان عليها اخناقة كبيرة والمكاتب اللي كان عليها اخناقة كبيرة في مسبيره بخصوص المقر الخاص بالمجلس الأعلى للإعلام والمقر الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام قلنا المجلس الأعلى للإعلام ده الهيئة الكبيرة مجلس الأعلى ده اللي بيرقصه الأستاذ مكرم محمد أحمد وعدوية يعني حيثة خبراء كثر في هذا الإطار والهيئة الوطنية للإعلام اللي بيرقصها الأستاذ حسين زين ومعه أيضاً مجموعة حصل في الأيام اللي فاتت أنه مجلس الأعلى للإعلام ده بقى اللي هيحل محل وزارة الإعلام المجلس الأعلى للإعلام اللي بيحل محل برضو اتحاد الإزاع والتلفزيون اللي كانت الأستاذ صفاء حجازي والأستاذ إبراهيم آخر واحد تولى المستقلير والأستاذ إبراهيم حفتك رو دلوقتي ده آخر واحد تولى بعد الأستاذ صفاء حجازي أو كان يطولى بالإنابة لكن كان رسميا الأستاذ صفاء حجازي آخر واحدة تولت هذا إبراهيم العراقي كان كان آخر واحد تولى أعتقد كان هذا الاسم صحيح آخر واحد تولى المجلس أو تولى اتحاد الإزاع والتلفزيون بعد الأستاذ صفاء حجازي هنا بقى الأستاذ مكرم محمد أحمد هو اللي بيتولى المجلس الوطن الإعلام وطلع الأستاذ مكرم في الدور التاسع اللي كان عليه الخلاف والأستاذ حسين زين للدور التامن الأزمة مش في أنه بقى ده في التاسع وبقى في التامن الأزمة دي ما تحلتش إلا بتليفون من ناس كبار ودي الأزمة المفروض إن إحنا كبار ومشاكلنا نحلها لكن برضو بتليفون حلوا الموضوع ده ودي أزمتنا يعني إحنا بفروض الأستاذ حسين يا أستاذ حسين والله الأمر كذا كذا أستاذ حسين زين ما فيش ده لكن أستاذ حسين طلعها على طول العربيات والبي أم والبرسيليس والشعر فيه والهونداي والبتاع والخش ده والبتاع مين يعمل اللي هيجلقص ومفروض قرار ده حتى في التنظيم المفروض المجلس الأعلى للإعلام المفروض ما فيش قرار يطلع من اللي هي الوطنية للصحافة اللي برأسها أستاذ قرم جف والهي الوطنية للإعلام اللي برأسها أستاذ حسين زين لازم تعدي على المجلس الأعلى للإعلام يعني سيد مكرم كده بمثابة وزير للإعلام بمثابة كده وزير للإعلام وتحته الهيئتين المنظماتين اللي يقع الله تقريبا كده على الحد أو للتنين هتطلع التغييات بتاعة المجلس الأعلى بتاعة الرئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ورئيساء التحرير في الجمهورية والأخبار والأهرام ورئيس الوصف وهو الأخير كده ترجمة نانسي قنقر